كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة يوم حزب الاستقلال افتقد احد قياده ورموزه الاخ محمد الوفا رحمه الله الذي لعب ادوار بارزة في تاريخ الحزب في تاريخ هذا الوطن من خلال اولا وطنيته الكبيرة من خلال تشبطه بتوابط الامة من خلال كذلك تشبطه بالتعادل الاقتصادية والاجتماعية لحزب الاستقلال واكد ذلك في عدة محطات في محطات العمل الجماعي كعمدة مدينة مراكش او في محطات برلمانية كنائب برلماني الذي كان معروف بجرأته ودفاعه عن مصالح هذا الشاب وكذلك كسفير صاحب الجلالة في عدة بلدان كبيرة وصفارات كبيرة وكذلك بصفته وزيرا في حكومة صاحب الجلالة في مجال تليم او في مزال الشؤون العامة دائما مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار وتابئته لخدمة هذا الوطن وبقي وفيا لمبادئ الحزب ووفيا كذلك للمشروع المجتمعي التعادلي الذي ندافعه فرحمه الله الفقر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي